في البداية نعرف سيدة المشاهدين إيه هي أسباب الإصابة بأورام الرحمة الخبيثة هو في أسباب عامة وفي أسباب خاصة يعني فأهم حاجة في الأسباب العامة هو قلة الرياضة البدنية يعني الواحد لازم يعمل مجهود دائم ومستمر سواء يعني ماشي رياضة خفيفة حسب السن العمرية يعني مع كده نظام الأكل لازم يبقى يعني متوازن ما فيهوش دهون كتيرة ما يؤديش إلى السمنة زايدة لأن السمنة أحد مسببات الأورام لازم يكون فيه العناصر الغذائية المختلفة على الأقل من خمس لسبع علوان في الأكل كل يوم حسب نوع سلطاته وخضره وبروتيناته وما إلى ذلك وبعدين بعد كده كمان فيه الموضوعات بقى اللي هي ليها علاقة بالهرمونات بالزاد بالنسبة للسيدات يعني الجزء الخاص بالرحم والسادي بيبقى والمبايد بيبقى لهم علاقة بزيادة أو نقص هرمون الاستروجين اللي هو موجود فيه المرأة بصورة طبعية سواء كان من داخلي أو خارجي يعني لو هي بتستخدم أدوية فيها هذا الهرمون الأنسوي بعد كده بييجي العمل الوراسي العمل الوراسي برضو مهم جدا في بعض الأمراض زي سرطان السادي وزي برضو سرطان الرحم وأنواع أخرى فيه بعد كده بقى التلوث التلوث العام بصفة عامة سواء كان فيه الماء أو في الأكل أو في الجو كل ما كانت نسبة التلوث واستخدام المواد الكيموية والصناعية قليلة كل ما كان الاحتمال ده يعني مش وارد أهم بقى حاجة وهي أخر حاجة وأهم حاجة هو التدخين التدخين ده هو العدو الأكبر للسرطان للسرطانات بصفة عامة سنعون كان سرطان الرئة سرطان الجزء العلوي من الجهاز الهضمي أو التنفسي سرطان السادي بعض أنواعك أغلب الأنواع سرطان مثلا البولية كل ده بيبقى له علاقة بالتدخين بجميع أنواعهم يعني مش سرطان الرئة فقط لا لا خالص بالعكس بجميع أنواع عصان كان سجاير أو سيجار أو بايب أو شيشة الشيشة بتساوي حوالي من خمسين لسبعين الحجر الواحد يعني اللي بيبقى موجود في الشيشة من خمسين لسبعين سجارة يوميا فتخيل لو واحد بيشرب الشيشة دي كل يوم هيبقى الرئتين بتقعوا شكلهم إيه والتلوس اللي هيبقى موجود شكل والتجار الإلكترونية طبعا كل الحاجات دي دخلة في نفس وبعدين في الآخر بقى خالص بعد الأمراض اللي هي مش أورام تجيب أورام يعني الفيروس سي اللي احنا الحمد لله نجحنا في أن احنا نقضي عليه هو العدو المسبب الأول لسرطان الكبد اللي هو دلوقتي الأكثر الأنواع الشيوعا في مصر في بعض الأمراض الأخرى زي البلهارسي احنا البلهارسي مثلا كانت بتعمل لنا سرطان المسانة البولية بصورة كبيرة جدا كان هو أكثر الأنواع الشيوعا لدى الرجال ولما قدرنا نقضي عليها من خلال وسائل الإعلام ادي ضهرك للترعى والأدوية والتعاجات الوخيسة اللي كانت موجودة بالهارسي قلت قوي في الريف المصري فبالتالي سرطان المسانة البولية ابتدى يقل اللي هو لي علاقة بالهارسي ترجمة نانسي قنقر